مساء الخير عليكم جميعا معاكم أرطو أرشاك مهندس صوت هنكمل موضوع تعليم الصوت وهنتكلم في موضوع مهم جدا وبيهم كل واحد عاوز اشتغل في هندس الصوت وهو بروهات بتيجي من صورة خارجي بمواجهات ويرلس خارجية وطبعا صوتها ما يكونش مزبوط وأماكن مفتوحة مفتوحة دي مع أنها ممكن تكون في مكتب أو في شوارع خارجية وكل ده بتكون معرضة لهوا كتير وصدى صوت طبعا وتكيفات فلازم تروح للمهندس صوت عشان يزبط الفلاتر بتاعتها ويزبط الليفلات والفلاتر وكيوات كل ده هنشوفه النهاردة ان شاء الله ودي مهمة جدا للناس اللي بتبتدي تتعلم صوت فده اللي أنا بتكلم فيه ده للناس المبتدئين فأول حاجة بتحصل إن بيجي لك السيشن عبار عن OMF ودي شكلها طبعا ده بيطلحها المونتير وبيجيبها لك فطبعا هوريكم إزاي ناخدها ونسحبها عندنا أو نشفوتها كلمة درجة من قولها فمهندسين الصوت ليهم كلمات كده معينة يعني نسحبها يعني إزاي ناخدها وهوريكم حالا إزاي نعمل أو ناخد الصوت import ونطلحها تركات بتخش على السيشن وبتسمي السيشن اسم الـ project وكل ده طبعا موجود لو أنت دخلت وعملت subscribe عندي وابتدت من البداية خالص هتعرف إزاي بتفتح سيشن هنسميها طبعا اسم الـ project نفسه أنا دلوقتي هسميها أي اسم طبعا هنشوف فين الفولدر موجود في أنا حتى في desktop هنصحبها بالفايل وسيشن data وناخد كل التراكات زي ما انتو شايفين كده قدامنا new tracks كلها بتنزل sync تحت بعضيها هناخدها ونتدن نصحبها كلها كده بتتسحب كلها وعشان نتأكد ناس هنبص كده على task manager طبعا المونتير بينزلها مونو كلها التراكات دي مونو احنا هنوريكم ازاي نحولها لستيريو نفتح تراك استيريو ناخد المونو دي ونحطها على تراك استيريو احنا مش عايزين السيشن ده طبعا هنفتح الصفحة اللي هنشتغل عليها ان شاء الله بعد ما تنزل التراكات هوريكم ازاي نصبط الصوت ونحط فلاتر عليها طبعا التراكات كتير ما تتخضش منها يعني هتتعود عليها بعد كده هنقف للسيشن ده مش عاوزينه هنفتح الصفحة بتاعتنا اللي احنا هنتعلم عليها ازاي نحط filters وكيوهات هنفتح هنا صفحتنا اللي انا مجاهزها لكم ده الصفحة بتاعتنا اللي احنا نشتغل عليها التراكات دي بيبقى معها صوت وكل تراك هنحطه على تراك لوحده عشان نحط عليها الفلتر الخاص بيها لو هما المنتر من ده لكمونو تحت بعض يوم خدهم وحطوهم ازاي على تراك ستيريو وكل واحد ليه صوت معين وبرين معين وفلتر معين وضبطة معينة هنقفل الفلاتر دي ونسمعكو الصوت الاول بغير فلاتر بان يقرأ كثيرا ويبني ارضية كبيرة من العلوم ولهذا في ان هذه المرحلة هنا زي ما احنا شايفين هنا فيه هوا فيه هوا كتير الملة وختم القرآن هنا هنقفل برضو هنا الملة سمعين الهوا كل ده هوا الاماكن المفتوحة بتطلع الصوت ده هاش وهوا وفيه اوحش من كده يمكن ده بتسجل نظيف شوية بس هنقفل كل الفلاتر نسمع دوت السياسية والمحاصلة السياسية للوظائف لكنها بطريقة هادئة سمعين هنا موجود هوا كتير ثم النقل الكبرى انه بعثت طيب كل صوت انا حطته بالنسبة لشغلي انا كمعند الصوت كل صوت لي بحطه في تراك بنفس المكان بتاعه ما منلعبش في الاماكن بتاعته بنفسها لان هي بتيجي الصوت بيجي ومعها الصورة لما انت بتشتغل بتشتغل صوت وصورة ما بتشتغلش صوت بس فبرضو بتشوف اذا كانت دي سينك ولا لا انت بتتابع برضو لو فيه اي مشكلة برضو انت المفروض تقول لهم ان دي دي سينك او مش متزبطة هنا برضو الاصوات كلها انا حطت كل تراك كل صوت على تراك سمعين الهوا عشان بيش بيش في اماكن مغلقة بيش في استوديوات قدي الهوا هي اهو هتلاقي كل التراكات عليها هوا كتير سمعينه سمعين يا رمعة بتيك كده بيش معقولة هتنزل في قناة وهي كلها كده بالهوا فبتجيلك عشان انت تزبطها بتزبطها فلاتر وبتزبطها وابتعمل لها وكل حاجة فانا لميت كل ده سيشن ده يعني انا كنت كنت عامله بس يعني مفتوح فاول حاجة عملتها انا باخد كل حاجة كل تراك لوحده بالفلاتر بتاعتها وبعد كده ببتدي اسمع كل تراك لوحده وازبط له الفلاتر بتاعتها اوكي فهنسمع مثلا التراك دوت قبل ما نحط عليها اي حاجة هنا هنقفل كل حاجة في اواء الخمسينيات ظهر كتاب عن الورد شخصية الفرد العراقي وهذا احدى تضج حيث قال ان العراقي انا شايف ان هنا في برضو هوى كتير سمعينوا يا جماعة الهوى اهو اهو طيب هنفتح البلاجين طبعا انا كل ده شرحته برضو في الكورسات الاولانية اللي مش عارف البلاجين بيتفتح ازاي برضو يرجع يبتدي من بداية خالص ويمشي مع الكورسات هيوصل للهدف اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي انا بفتح الاول هنا نوز نفتح البلاجين هنا ونققي النوز فانا نقيت اهو بلاجين اسمه نوز نفتحه اهوت هو ده هجيبولكو ورولكو ونبتدي نزبط النوز نشوف النوز بتاعها ونزبطه واحدة واحدة بتاخد وقت كتير يعني الفيلم اللي بيجيلي نص ساعة بياخد معايا ست سبع ساعات تصبيت اهو هنا يبتدي عشين النوز بتاعها ابتدى مش سامعين النوز مش سامع لك المنجي نقفلها باي باس سامعين يا جماعة الفرق عامل زي اهو 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 علالكو عشان تتأكدوا سامعين سامعين اهو ادي الهو لما نيجي نعمل النوز اهو فلتر شوفتوا بقى قلت ازاي قوي اهو بتعود تضبط النوز فلتر طبعا هو النوز عالي اهو فانا عامل هاي بتخش هنا بتنقل النوز اللي انت عاوزه فانا عملت pink noise بتخش على اللغة ديت وبتضبط pink noise اهو بتنقل هنا noise profile وتعود تجرب فانا حطت خلاص النوز هنا ونسمع دلوقتي الصوت في اهو الخمسينيات اتكتم شوية ظهر لا اتكتم جامد في اهو الخمسينيات ظهر طب نشيلها ونسمع في اهو اهو الخمسينيات اه ظهر كتاب عن الورجة شوفتوا يا جماعة الفرق عامل ازاي نحطه تاني في اهو الخمسينيات طيب ظهر نحطينا noise بس انا لاحظت هنا ان الصوت واتي هنا الصوت واتي بصو الليفر هنا واتي نعمل ايه من عالي الليفر ب حطيت limiter L2 ظهر كتاب عن الورجة عالي شوية جميل عالي الصوت اهو مع الفلتر نحطينا L2 وحطينا noise ظهر كتاب عن الورجة شخصية الفرق العراقي هذا احدث ضج حيث قال ان العراقي طيب عاوزين نزود شوية اكتر الفلتر الهوى ده انا شرحت قبل كده من اللو يعني من اللو انا شرحت ان لما بتكون حتى في الستوديو في تكيف بتنزل من اللو بتقطع منه الانسان انت لغاية عشرين يعني بعد عشرين انسان مقدرش يسمع هنا انا حطت لو برضو فلتر هنا هو ظهر كتاب عن الوردي شخصية من قل للباز بتاعها شفتوا هنا لما هنا في باز ظهر كتاب عن الوردي شخصية الفلتر ففي هامنج معه في هامنج الهامنج ده بيطلع من التكيف ممكن يكون القوضة اللي قاعد فيها اللي بتكلم فيها تكيف اللو ده بيقطع من حتة بتاعة التكيف الهامنج ده وهذا احد تضج حيث قال ان العراقي مزدوج اوكي وحنحن حطينا ثلاث حاجات هنا زي من شايف علنا الصوت بال L2 او باي اي المتر يعني مش لازم يعني انا انا بقول لك الزبط بتاعتي انا حطينا L2 وحطينا نوز filter وحطينا فتحنا EQ 1 band EQ 1 band نفتح هنا هنلاقي هنا equalizers نخش عليها ونفتح 1 band وفي 7 band انا مش محتاج 7 محتاج 1 اللي هو قاطع منه low يعني ممكن تطعم 7 برضه مفيش مشكلة بس انا ايه يا حابب ان انا قاطع من 1 band يبا كده التراك دوت احنا زبطنا هنسمعه تاني ظهر كتاب عن الورد شخصية الفرد العراقي وهذا احدى تضج يبا ده على التراك كله منشوف الشخصية دي اللي بيتكلم ده نحطه على التراك يعني كل التراك دوت بتاعت الشخصية دي مش لازم نعرف اسمها يعني بس هنا هنا مثلا نفس الشخصية هنا نشدة للبشر القيمونار هنا نفس الموضوع يعني نفس الشخص نحطه ونثبطه الظبطة بتاعته بحيث انه هو التراك بتاعه دوت اهو audio 2 ده بتاع الشخص دوت اهو طب نشوف تراك تاني فوق هنا حد تاني غيره نسمع كيف يكون الانسان مزدود هوا كيف يكون الصوت جاي بهوا جامد لانه زي ما بقول لكم المكان يعني مش معزول سمعيني يا جماعة المكان عامل ازاي اهو هسمعكم الهوا شايفين هنبتدي برضو نحط نفس الموضوع بس بزبطة بفلتر نويز مختلف يعني تزبطها انت برضو على حسب هنا بتزود بتنقص انت تعد تسمع النيوز طب نسمعها كده بالفلتر مش سمعين حاجة اهو يا جماعة مش سمعين حاجة اهو اكس نويز اهو طب نشيله نسمع شايفين يا جماعة دي الهوا يبقى الفلتر ده اسمه اكس نويز احفظه اكس نويز تقدر تحفظ اه الحاجات دي زي ما هي تفتحها زي ما هي على البروتولز مؤقتا لغاية لما انت الواحدة بتشوف فلتر تاني غيرها يعني انت خليك معايا كده استعمل اللي انا بقولك عليه بس انا بتكلم للمستجدين مش بتكلم لمهندسين صوت محترفين انت اللي انا بقوله اعمله زي ما هو بنقص انك يعني الزبطة بتاعتك زي ما قلتلك كده بتخش هنا بتشوف الزبطة بتاعتك وتنقل انا عاوزك انت نفسك بتبقاش ميكانيك ما تبقاش مونوتون انت انا اقول لك تلوح انت عامل لا كل صوت وليه زبطته انت افتح الاكس نويز وابتدي من فوق وايت نويز تخش على بوث بعد كده وبعد كده خش وجرب بينك اقوى يعني انت خش جرب وعلي ووطي يعني انت شوف الهاي شوف ان هو النويز بتاعه مش محتاج انه يبقى هاي يبقى يبقى ميديم يبقى هوا كتير طيب نشغله مفيش طيب يبقى كده اكس نويز الفلتر نسمعه كان يتحدث بلغة بسيطة ابتعد عن اللغة البلاغية الصعبة جميل هنحط بقى الليمتر اللي بولوكو هنعلي الصوت شوية بالليمتر كان يتحدث بلغة بسيطة ابتعد عن وبرضه هنحط اكس اكيو وان باند ونقطع من الكيو اهو وان باند ونقطع من اللو مش من الهاي نقطع من الجوز بتاع اللو ده نقطع منه دوت وتقعد تمشي به وتشوف يعني احنا لما نقفله كده بيبقى في هومينج كان يتحدث بلغة بسيطة كان يتحدث ده بيقطع منه اكتر بيعمل فلترينج مع الفلتر كان يتحدث بلغة بسيطة بيقلل منه بيقلل منه طبعا بيبقى في مزيكة تحتيها بيبقى الصوت لوحده لما يكون في مزيكة افضل طبعا لما بتفلتر والمزيكة تحتيها بتشيل برضو جزء كبير برضو انك مات تبقاش برضو زبطه جامد وبعد كده بتسمع الاتنين على بعد اللي انت زبطتوهم اهو زبطنا تراكين كل واحد على تراك لوحده بال الفلتر نويز الخاص شهرة الوردي وبدأ الوردي يتقلق كان يتحدث بلغة بسيطة ما منلعبش في يعني الويفة دي بتيجي متزبطة من المونتير ما منلعبش او منحركها لا ما تحركهاش انت تسيبها زي ما هي وتزبط لو لقيتها دي سينك وتقدر تزبطها بس لازم تعرفه انك انت حركتها يعني عملتها بس ده مش شغلة مهندس صوت هم عارفين وقالوا لك حركها شمال ويمين فتتحرك وتزبطها على الصوت لو انت عندك خبرة في السينك لو ما عندكش خبرة في السينك في السينك ما تسنكش قولوا انها مش مظبوط المفروض لما بتجي لك الOMF بتكون خلصانة ومتزبطة المونتير مدهالك خلصانة متزبطة بالاماكن بتاعتها لو هو حاطت عليها اي بلاجين او اي اوديو او اي فلتها طبعا الفلايم احنا شرحناها قبل كده في الدروس الاولين قد الفلايم اهي احنا الفلايم بتاعتنا اهي دي كلها زيرو هنا هنا انا معلي شوية انا وريكو برضو يعني هنا انا معلي الصوت هنا شوية تقدر تعمل دوت بتدهالهم متزبطة لان هو انت بتزبط لهم حاكتين بتزبط اكيوهات مده منها وفلاتر وفلايم اكيوهات فلاتر وفلايم ويتحط على فلتر وكل حاجة وبتفتح مستر في الآخر الميكسر اهوات ده الميكسر بتفتح طبعا مستر وبتحط بعد كده على المستر حاجات بتحط انا حطت مثلا مالتيمايزر اهو انا هوريكو انا حطت ايه وحطت برضو انا قاطع في المستر ممكن ما تحطش الجزء ده انا حطت لان عاوز ازود الفلاتر اطلع على الشغل مفهوش اي هوا تقطع من اللو cut وبعد كده حطت لمتر تاني عشان ازود تاني الصوت مع الميكسر كل ده في ايدك تحطه على الماستر وبتفتح حاجة اسمها انالايزر وده شرحته قبل كده لما بدوس على الاحمر ده بيثبت ما بيروحش فهنا مثلا بتسمع بتشوف الانالايزر ده ايه اللي مقطوع طبعا لو احنا سمعنا الانالايزر هنلاقي اللي اللو اللو الناحية دي الناحية دي اللي بتكلم عليها في الشمال ده اللو تعالوا نسمع نشوف كده الانالايزر شكله ايه والكتاب والوعاض شايفين يا جماعة شايفين شايفين والكتاب والوعاض من المعممين شايفين كل هؤلاء المزيفين حقا مفيش مفيش خالصا اهو الجزء ده مفيش والكتاب والوعاض ليه بقى لو انا لو انا عليت البيز هيطلع كل هايطلع كل الهوى تاني والهامينج والتكيفات اللي شغالة في القوضة كلها تطلع كلها تلاقيها ماينس الظواهر يشوفها الناس يوميا بحياة اليومية شايفين يا جماعة الناحية دي المفروض كلها دي بيز مفيش انا قاطع لغاية عشرين احد اكثر مؤلفات فانا قاطع هنا انا مثبتها بس عشان اوريكو اوكي فالانالايزر ده بيبقى لطول معاك بتدوس هنا العلمة بتبقى حمرة لو انت عملت اي حركة هنا بتختفي يعني لو دست كده بتختفي انت بتدوس على دي عشان ما تختفيش اهو دباء والكتاء اوكي فبتبقى معاك انت طبعا بتبقى عندك شاشتين بتحطها على شاشة اللي جنبك ومعها معها بيبقى على شاشة وال بتبقى على شاشة انا دلوقتي ظهر لكم الحتة بتاعت الايدة يعني اوكي فبقى معاك صورة الصورة دي ممكن تحطها على على الشاشة اللي جاء التانية انا حططها لكم بس على نفس الشاشة عشان تعرفوا ان انا بشتغل في البروهات دي بالصوت والصورة اي حاجة لازم اكون لازم تكون سينك معها عشان اتأكد وانا بشتغل كويس لازم يكون معايا الصورة المداوة والحضارة دامة فلترة طبعا اعتقد يعني انا في رأي الشخصي انه اهم شغلة اشار اليها يبقى احنا اتفقنا ان احنا مناخد التراكات دي وكل صوت بروي منحطه على تراك لوحده وبعد كده منحط الفلاتر بتاعتها اللي هو انا قلتلكم عليها اساميها منعلي الصوت ونزبط اكيوهات ومنقطع من اللو شوية ومنحط اكس نويز ده فلتر كويس قوي ومنفتح في الاخر عشان نسمع كله منحطه على الماستر بارت والحاجات دي انا قلتلكم انا بحب المالتمايزر كويس عندك حاجات تانية ممكن تحطها ممكن بس انت حاليا وانت بتعلم جديد تخدها مني زي ما هي كده وزبط زي ما انا بقول لك كده اهوة دي التراكات ده طبعا تراكات كتيرة بس انا بحاول اشرح لكم على التراكين وبعد كده بتبعت كل التراكات دي اما بتطلحها بتقول له import ودي شرحتها منقول باونس ليه منقول باونس عشان تطلع الصوت بالبلاجين ما نقدرش نعمل export export يعني مهما حطنا بلاجين بيش هتطلع خالص معنا فاحنا منعمل باونس طيب باونس تو ديسك يعني معناها هياخد الصوت بس من غير الصورة لو احنا قلنا كويك تايم باونس تو كويك تايم هيطلع الاتنين هيطلع الصوت وهيطلع الصورة فلو هو محتاجها صوت وصورة هتطلع بس مش هتقدر تلعب في الكواليتي بتاع هتطلع كويك تايم فالافضل طبعا تدقاله صوت والمنتير هو اللي حط الهاي كواليتي بتاع الصورة لانه هو عنده الصورة هتبقى الاصلية انت مش هتقدر تتحكم في الصورة هتطلع الصورة زي ما هي جاية لك هتطلع ويمكن يقل كمان بس هو ما يستعملهاش لو هو اوكي عاوز استعملها استعملها انت بتقوله ايه bouns to a disk تقوله file تقوله bouns ليه منقوله bouns منقولش export عشان يطلع ال bouns دوت بيبقى real time لو ال الفيديو 30 دقيقة هنقوم نعمل bouns 30 دقيقة لو الفيديو ساعة هنقوم بقوم بكون لو ساعتين هنقوم بقوم بلاجين لكن export هيبقى سريع جدا لكن بيش هيطلع كل همت كل دول بشي يطلعوا فلازم يعدي على البونز وبكده اكون قلتلكم جزء صغير من الفلاتر هنا هوت جزء صغير بعد كده من طلحها فيه ناس بتعمل ودي شرحتها منخلي انا برضو هقولها لكم كده منخلي بتاعت كل الاؤتبوت ديت منعلم عليها باس هنا هنقول لها مثلا باس طبعا احنا هتبقى استيريو تلاكات كل استيريو فانت مش هتنفع تقول له باس مونو تو لا هلازم تقول باس استيريو 3 او 4 5 او 6 7 او 8 فاخترنا 3 او 4 الماستر برضو هنخليه باس 3 او 4 كل الاؤتبوت بالماستر لو عندك اكزلري بتبقى برضو الاؤتبوت بتاعها بتبعته وبتفتح تراك جديد خالص بتفتح نيو تراك انه هو او بتقول له استيريو نيو تراك عشان تبعت كل الحاجات ديت اوكي ففتحنا تراك ونخلي بقى الامبوت باس امبوت او يعني هنا هنفتح الامبوت اوه ما نقولوش بقى انترفيس لا هنقول له باس اهو هنقول له ايه باس ايه مش اي حاجة لا 3 او 4 يبقى الامبوت 3 او 4 والاوتبوت بتاع كل التراكات هتبقى 3 او 4 يبقى الاوت الخارج داخل في الام الداخل واللي طالع من الامبوت طبعا واحد واثنين عشان تسمع من السماعات وانت بتشتغل تبقى ايه ما تبقىش باس بقى تبقى اوتبوت عادي لو عندك اكزيلاري بتبقى الاكزيلاري بارده بتبقى باس اوت اكزيلاري ليه 3 او 4 يبقى كل الاوتبوت بتاعت اي شيء داخل على التراك الاستيريو اللي في الاخر بعد ما تبعتهم على التراك وده انا بفضله كله بتسجل تاخدهم حتة واحدة وتقول لهم بقى المرة دي تقول لهم اكسبورت بعد ما تخرجهم خالص تبقى على التراك لوحده هنا بتقول له في الحالة دي بتعلم على التراك كله اول هنا يعني هنفتح مثلا انا خدت التراك ده اهو هيطلع بالشكل ده يا جماعة بس انا اقفله يعني موقعا هنفتحه make active اهو التراك ده انا مسميه dialog اهو اهو طبعا انا لما هو هو طلب مني اني ابعث له كل حاجة لوحديها ابعث له الديالوج لوحده وابعث له المزيكة لوحديها وابعث له الافكتات لوحديها فكل حاجة الوحدية يعني مثلا هنا اهو اهو dialog طب هو عاوز المزيكة الوحدية اهو تفتح له وتبعت المزيكة الوحدية هنفتح كده الهيط دايت ونفتح make active اهو دي المزيكة الوحدية اهو لو عملنا سؤله كده اهو هنسمع مزيكة اهو هنفتح هنا الoutput عشان اسمحها شايفين يا جماعة قد الoutput اهو ونفتح هنا برضو الoutput عشان نسمعكم دا الديالوج اهو نعمل سؤل طبع على الالمانية ولذلك تخصص دا الديالوجات كلها كلها وهو طلب مني كده وطلب الافكت الوحده طب فين الافكت اهو بعدت بعدت كل التراكات الout بتاعت الافكت بعدتها على التراك ال in اهو ونعمله اكتف عشان اسمعها لكم نفتح output اهو دا افكت اهو هنفتح سولو اهو دا بقى نحطه ضمن الافكت ناس بتزع او نفتح كده في البداية اهو ريكم الافكت شايفين اهو الكاتبة اهي يبقى دا على تراك لوحده هو طالب وبعد كده هو طلب برضو ميكس كل بقى الدنيا كلها بالتراكات بالميكس بالمزيكة لوحدها هيت بتسمي كل واحدة بتخش عليه هنا بتقول لك click in كده وبتكتب عليها mix بتكتب عليها sound effect انهو نسمحها هنا دا الميكس كله على بعض ونقفل دول نسمع كده البداية اهو نفتح لقد آن الاوان لكي نحدث انقلابا في اسلوب تفكيرنا كله على بعض بعد كده نخش هنا اهو بينما يخطو الشعب العراقي اولى خطوة طبعا حضرتك هتظبط المزيكة مع الصوت يعني الصوت يوطى الصوت يعلى كل دا انت هتعمله الفلاد دي كلها هتظبطها لما يخلص الديالوج يخلص او الفويس يخلص يخلص بيعا في العقد الاخير منوطي 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 البلاك بعد كده منخش تاني واطي 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 وبعندك سينس بعد كده منبتدي مزيكة تانية سوق لو فتحنا الفيكت اللي فوقي هنلاقيه الواحده اهو اهو فوقيه انا هتلاك الواحده ليه منحط الواحده منحط الواحده عشان ساعات لما بياخد الميكس وعاوز يقطع في حتة ميقدرش يقطع لو قطع في الميكس هيبوز الصوت فلازم ياخدها الواحدية بس متزبطة تحت بعد بنفس البلاكين وكل حاجة بكده انا شرحت لكم جزء كبير من الشغل بتاع الفلاتر وان شاء الله تكونوا مهندسين شطار احسن مني ان شاء الله ولو عاوزين اي حاجة ابعتولي على الميل اللي انا هحطه تحت الفيديو حط الميل بتاعي اكتبولي اللي انتوا عاوزينه لو حابين ابعتلكم التليفون ابعتلكم التليفون لو حابين تاخدوا دروس انا بتكلم للناس اللي عايشين في مصر تاخدوا دروس صوت مكسف معايا اتصلوا بيا او ابعتولي على الميل اللي انا هخطه في الفيديو او انا هتفق معاكو او مع اي حد حابب ان هو يقعد معايا شخصيا واتديله شروحات مكسفة عن البرو تولز بحيث ان هو يطلع ان شاء الله يشتغل في الستوديو الهوم بتاعه او يشتغل خارجي ويكون ده شغله بس ويكتسب منه بس يكونش يتعامل مع الشغل على انه شغل مادي بس لا الشغل يكون بيتعامل معايا على انه احترافية وبيتعامل معايا على انه هواية احتراف مع هواية ما يكونش احتراف بس لانه لو اتعامل معايا على انه شغل ياخد منه فلوس هيفشل من الشغل لازم تكون اللي بيشتغل بيكون حابب الصوت زي المونتير حابب الصورة أنا حابب الصوت فبشتغل بتعب بس النتيجة في الآخر لما بشوفها بنبسط وإن شاء الله أشوفكم في سيشينات جديدة ودروس جديدة إن شاء الله لو حابب تعمل اعمل سبسكرايب لو حابب تعمل لايك أو ديس لايك لو بش عاجبك كلامي برضو بتقدر تعمل ديس لايك لك الحرية إنك تعمل اللي انت عاوزه واشوفكم على خير إن شاء الله مع السلامة